طب هي عماله فعلا دايما كانت بتمس المواطن المهتمة بقضية المواطن المصري فعلا فازاي يعني ده تم في قصة المعالجة التلفزيونية دي؟ هو طول وقت بيراهن على رحلة البطل بشكل مختلف يعني مثلا تلاقيه مثلا مثلا في ليلة الحيمية هي برحلة البحث عن الهوية المصرية من خلال التاريخ الوطني بيصري التاريخ مصر فخرة ان انت بتدوري على هويتك الشخصية في مثلا في ضمير قبل حكمة رحلة البطلة قدام ضمير والشرف والحق قدام التسيب والبلادة في امرأة من زمن الحب بتلاقيه بيراهن على فكرة البطلة والقيم ومجتمع اختلت معايير وقيم وكلها في رحلة ابو القلق البشر برضو هتلاقيه رحلة البطل اللي بيواجه مجتمع قاسي دينكوشت بالتعبير الداريج يعني ايه تاني من العناصر اللي كانت موجودة في هذا النص اللي انا مش قادر اقوله نوع صدفة يعني ينطبق على الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني يمكن شخصية جابر السيسي كمان ابن الجمالية في هذا النص كان هو المنوط بينه وانه بيماسك مصالح مؤتمن على مصالح الاهل الجمالية او الناس اولا سؤال ده حلوي جدا انا وانا بقى ارى حاجة برضو في نهاية المعالجة برضو لقيت بيقول انه احد اصدقائه بينصحه بيقول له انت كده هتأثر على مصالحك الشخصية فلم يوالي الله واحنا دايما بنقول انه الرئيس عبدالفتاح السيسي كان بضحي يعني مش فارق معاش عبيته اقدم ممصلحة مصر فقال له في نهاية الجملة اللي فكره يعني من السطر البديه برضو انه قال له اذا طلب منك صديقك ان تحرص طعامه فتأكل منه لو اكلت من طعام صديقك فانت حميها حرميها كما ان سيدنا رضوان حالس الجنة لا يدخلها فهو اختار انه هو حارس الجنة الذي لا يدخل الجنة يعني يفضل طول وقت بيحمي الجنة عشان الصراعات والجنة اللي هي الوطن طبعا رمزية رمز الوطن صحيح هو طبعا لانه يعني سيد اسامة خارج علم نفسه واجتماع فهو بيوغوص في النفس البشرية عارف يعني تفاصيل وفكرة انه بيفضل مصلحة الغير على مصلحته الشخصية فهو ده اكتر حاجة انا برضو تخيلت يعني وكانه قاري للرئيس كانه يعني مستشرف بشكل كبير لشخصية الرئيس انه فكرة انه مصلحة الشخصية لا تبالي يعني ولا ولا صدفة مش طبيعية صدفة صدفة تخض الحقيقة يعني كانه بيشوف المستقبل صدفة تخض الحقيقة